وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام الشكر والتقدير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية واخلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أشد نقيب المحامين باستيعاب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجميع الأراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيد مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمنات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري